السلام عليكم كنت منا تكونوا كلكم بخير اليوم سنقدم لكم طريقة زوينة ديال القراطة بليبات والخضرة المقادر هم هادو عندنا البصلة بشلطة مزيان واحد بصلة موين عندنا واحد جوش جزارات وجوش جرعات محقوكين عندنا الكفتة بقدر اللي بغيته مويمة لكو واحدة لحسب العدد الأفراد عندنا ما طيشة انا كنستعمل هادي عندنا عندنا في اللقامة عندنا الملحة شيج جريوس ديال تومة عندنا البزار الخرقوم وليزير ديو بروفينس نبدأ ودابة طريقة تحضير خضنا البصلة قدرنا شوية زيت في المقلاء وخضنا البصلة ودرناها تشحر ثم نضيف نضيف وعندناها تشحر معلومات جميع ويجعل الضب في هذه اللحظة جميعها تنجرة وليست مُنطقة بصوصت نضيف البصلة قليلا للملح في هذه اللحظة البصلة تشحرات سوف نضيف البصلة والقرع نضيف البصلة قليلا حتى يضيف و المترجم و المترجم نضيف البصلة و المترجم و المترجم و القليل و المترجم اشتركوا في القناة 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 سوف نصفيهم و من بعد نخلطهم على سوس و نرجع لكم سوف نحاول نقادلها بشامل كيف الطريقة المعتادة سوف نقادلها بشامل سوف نقادلها بشامل زبدة مع الزبدة مع السطر الحليب و نحتاج الفرماج في الأخر كي نقادل طبقات القغاطة سوف نقادلها في الكاسر و سوف نقادلها في النار و سوف نقادلها الزبدة سوف نقادلها سوف نقادلها بشامل سوف نقادلها نقادلها فسوف نقادلها الزبدة المترجم للقناة 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 سوف نستمر التحرك كما رأيتها تختار سوف نتفعلها اخذت هنا مول سوف نحاول قدفه سوف نضع كوش الأولى سوف نضع سوف نضع سوف نضع سوف نضع سوف نضع 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 تبقى ديال لبشامل تبقى ديال الفرمج تبقى ديوش سوف ندخلها الفران انا دخلت المول لفران شاعت علي من فوق ومن تحت بشي طيب قدرت اعنايف مول كبير ولكن اي واحد يقدر يطيق المولات كصغر فرضي هذا هو القراتان بعد ما اخرجتم الفران كيف تشوفوا محمر جيد الشكل كيف تشوفوا هذا هو الشكل محمر ولكن الماضاق والبنة والريحة اللي طالعة منه يا سلام كانت منا تجربوا هاد الوصفة وتعطيوني رأيكم انا بعد اولادك احماقوا عليها و هتعجب ان شاء الله حتى ولي ذاتكم شكرا الى اللقاء في وصفة قادمة ان شاء الله شكرا 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 شكرا